بعد إقلاق الحدود الشادية السودانية فقد نشر الجيش الشادية وحدات أمنية على طول الشريط الحدودي بين البلدين هذا وقد قام منسق العمليات بالمنطقة الشرقية وقائد القوات المشتركة الشادية السودانية اللواء عثمان بحر محمد إتنو بجولة تفقدية للوحدات الأمنية المرابطة على طول الشريط الحدودي حيث شملت الجولة كل من كولبوس، قينة، كارياري، تيسي، وأدي منسق العمليات بالمنطقة الشرقية وقائد القوات المشتركة الشادية السودانية قد اجتمع خلال هذه الزيارة بجميع قادة الوحدات الأمنية المنتشرة على الحدود بين البلدين وتباحث معهم كيفية الأوضاع الأمنية بالمنطقة كما شجعهم على الترابط والتماسك لحماية الحدود الشادية وفي الوقت نفسه حثهم على العمل مع المنظمات الإنسانية من حيث استغبال اللاجئين كما التقى منسق العمليات بالمناطق الشرقية بالمسؤولين الإدارين بالمناطق التي ذارها وجرى الحديث حول توعية السكان من أجل التعاون مع وحدات الأمن في ظل تأمين المنطقة الحدودية